حياكم الله من جديد شرحنا في درس ماضي عن البيك جيومتري وقلنا في البيك جيومتري ايها عندي Layout معينة وعندي كل ما اضع object يضع على أسفل الثاني وتستمر Layout في هذا الدرس سوف نشرع على شيء آخر من الجيومتري ألا وهو Grid Geometry ال Grid ايش معنا؟ مثلا عندك Layout تضع button هنا تضع Label هنا طول تضع Label أخرى هنا يعني تضعها في أماكن محددة تريد أن تصمم مواجهة للوقن عسل المثال تريد أن تقول هذه اللوقن عندي وإذا أضع هنا Label هنا هنا Label button وهنا button وعندك design معين في هذه الحالة تكون عملية معاقدة ما يمكن حلها في البيك فنستخدم ال Grid يعني ايش لو تخيلت أنا عندي مثال بسيط وليكن عندي هذا المثال البسيط يعني أرسمه هنا بهذا الشكل هذه الليوت عندي هذه الليوت عندي Label أخرى تظهر هنا عندي Label أخرى تظهر هنا عندي Label أخرى تظهر بشكل طول ولا Label تظهر بهذا الشكل لو جترت أفكر بالتصميم فالحل الأمثل والأبثل هو استخدام ال Grid يعني ايش يعني أقسمها إلى مجموعة الصفوف ومجموعة عميدة هذول يكونهم اثنيا فأضعهم كلهم في صف واحد هذا أيضا أضعها في صف واحد فإذا سعني صفين أيضا من هنا حاول أقسمها عميدة أقول له أوكي هذا عمود ونفرط أقول له أوكي هذا أيضا عمود وهذا يبقى هنا في هذا الشكل الآن قسمتها إلى Grid فأقول له أوكي هذا عمود رقم صفر هذا عمود رقم واحد هذا رو رقم صفر رو رقم واحد الرو رقم اثنيا هذه الليبل تظهر في رو رقم صفر ولكن سنفيتهم هذا correct وهذه في رو صفر ولكن سنفيتم مثاله في رو رقم واحد ولكن في رو ولكن كيف نصمم كل هذه الليكات؟ دعني أبدأ بالعمل الخاص بي في البداية وأكون بايثن وأسمي grid بالغريد هذي دعني أقول له from sh tk enter بعد الشكل import start وبعد أقول له from tk enter import ttk وبعد أقول له root equal tk بعد أقول له root dot main loop يعني بسيطة العملية إنه كيف أعرض layout ما به أي شيء الآن أريد أعمل good أريد أكون label وأضيفها في هذه الخلية طبعا حتى أبدأ في العمل إيش أقول له أقول له أوكي كون لي label جديدة فأقول له ttk dot label وهذه label أريدها تنحط في الroot وأريد أعطيها feed background معين إنه كنا أعسيني مثال أضع لها background بهذا الشكل وأعطيها background أعطيه green بهذا الشكل أوكي و ممكن أعطيها ttk أيضا أقول له هاي تحتوي على ttk إنه ttk هو green بهذا الشكل يعني نقص وأضحها في الآن الجزء المهم أين أيد أضعها أقول له dot grid أوكي بهذا الشكل أقول له أريدها تنضع هنا في الroo رقم صفور column رقم صفور فأقول له أوكي row equal zero والcolumn equal zero يعني أريدها في الroo رقم صفور وفي الcolumn رقم صفور كما تعلم إنه ممكن أنت تكون هنا l1 يساوينا هذا الشيء وتأخذ هذه وتضحها بالأسفل l1 dots هذه البروبرتيز لكن بما أن l1 ما استخدمانه في الكود الخاص به فمباشر أربطه من هنا فقط التوضيح وأضعه وخلاص انتهينا label واحدة ممكن أكرر أكون هذه الليبل الثانية اللي second label دعني أستنسخ هذه وأنزل سطر وأقول له أكيد عني هذا فقط أيضا أحاول أنه أكبر الشاشة هنا بهذا الشكل فعندي الليبل الثاني اللي هنا تظهر دعني أفرض أن هذه الليبل يكون yellow أوكي بهذا الشكل فتكون ال background الخاصة بها yellow فهنا أيضا أقول له yellow ticks وين هذا ظهر إذا تظهر في ال row رقم صفر وال column رقم واحد row رقم صفر column رقم واحد حسنة لو جتنفذت إيش رح يصير عندنا two عندنا هذه اللي وعندي هذه اللي وحدة جانب الأخرى ما ظهروا بالألوان السبب أنه ما ظهروا بالألوان لأنه ما حددنا style في بعض الأجهزة ما تظهروا وفي بعض الأجهزة الأخرى تظهر فالأفضل أنه هنا تحدد ال style فتقول له style ttk.style أنا عندي style معين وتقول style.themeuse وتحدد لتقول classic بهذا الشكل فهنا لما تنفذ الآن أنه يعرف أنه تستخدم ال style المحدد فراح يظهر بالألوان انظر هذا green هذا يلا وحد جانب الآخر الآن دعنا ننتقل إلى اللي هو دعني أنسخه هنا وأقول لعندي واحد ثالث اللي هو هذا دعني أفرض أنه هذا يكون blue أوكي بل وهنا لكن لو ترى أنه يبدأ في أي رو في رو رقم واحد لكن يبدأ في أي كولوم كولوم رقم صفر لكن لو قلت لا رو رقم واحد كولوم صفر ونفذت رح يضعها هنا مصحيح؟ لأنك جت نفذت انظر وضع ليها هنا لكن في الحقيقة أنا إذا يأخذ two روز يعني two كولوم باللسبة للعلو يعني إذا صحيح هو فره ورقم واحد لكن إذا يأخذ كولوم رقم صفر وكولوم رقم واحد فحتى أعمل هاي العملية فقط أقول له كولوم سبان بهذا الشكل فكولوم سبان إيش معناته؟ معه تقول له أوكي أنت عرفت لهذا الوبجيكت لكن هذا الوبجيكت أريده يكون بأن يأخذ two كولوم صحيح هو يبدأ هنا لكن يأخذ two كولوم فأقول له بهذا الشكل كولوم سبان أوكي الآن لجت نفذت رح تشوف إنه أخذ له طبعا اثنيا y 8 أخذ صحيح نظر ظهر لي بالنص ليش لماذا ما ملع لأنه رح هو هنا ستراج على قد حجم التكسل الآن رح يتحكم بخصائص أخرى ونرى أنه كيف نملي الآن ماذا لو تريد تملي فإيش تقول له تضع لخاصي أنه ملء الخلية فحتى تملي نظر الخلية فقط تقول له sticky بهذا الشكل فsticky تحدد أين تريده أريده من ملء من south north east west يعني أربع اتجاهات ممكن فقط east west ممكن بقط east west كافي لك east west ممكن يكون كافي لأنه فقط من الشرق والغرب تريده من هذا الجانب وهذا الجانب ملء لكن تريده من الأعلى ومن الأسفل فالأرض تقول له south north east west أربع اتجاهات نفس الحالة بالنسبة لذاني وجدت أنا نسخت هذا وقعت أوكي عندي الأخيرة ألاوة هي الأخيرة تكون orange أوكي أو orange hopefully أو orange بهذا الشكل وهذه الأورنج تكون هذه كتبتها صحيح O-R-A-N-G-E صحيح orange أريدها الأورنج تظهر إيش تظهر في column رقم 2 فوقي يقول أريدها تظهر بالcolumn رقم 2 لكن أي row أريدها تبدي من row رقم 0 اللي هو هنا وتمتد إلى رقم 1 يعني تأخذ rowين two rows هذا وهذا الر rows يعني هنا ما رح يكون عندنا row span column span رح يكون عندنا شيء اسمه row span يعني 2 rows صحيح إذا كتبدي من هذه النقطة لكن تمشي 2 rows وممكن تعطي sticky إذا ثمينا أمر طبيعي الان جيت نفذت تراها من فصفت لهم بالشكل أنا أريد انظر الاستيكي فادتنا إنه بالتمدد انظر الان لو مددت رح رح تفيدنا الاستيكي رح نرى بعد ثواني إنه إيش فعدتها وكيف تتغير فالأفضل إنه أضع الاستيكي إلى كلهم الهذا رح أضع والهذا حتى لما أكبر وأصغر طبعا هناك الكثير من الخصاص أنا أدير تحكم بها ليس فقط الاستيكي عسل المثال تريد إنه هذه اللوجيت نفذت تريد إن الأوبجيكت تغير حجم يعني هذا تغير حجم من الداخل النص يعني تبعد النص على الأطراف مالته فيكون البلو فإيش تقول العملية بسيطة أنا معرف إش الأصوات تظهر على طول I paid X يعني بالXX أريد 10 وأريد I paid Y equal 10 إيش معناته لو جيت نفذت الآن ورح نشوف إيش معناته لما هذا الأوبجيكت الأخير هذا لما أعطيت I paid X I paid Y رح يترك من المحور X 10 ومن المحور Y 10 من كل الجوانب وهذا الشي يفيد إنه لما عسل المثال ما وضحت هنا جيدا بهذه الحالة لأن الأوبجيكت هو أساسا عرض لو جيت نفذ على هذا أول واحد اللي هو صغير وتوضح لك I paid X و I paid Y جيت نفذ مرة أخرى ترى أنه واضح جدا عندك Green ترك من المحور X 10 ومن الحور Y 10 هذا رح نستخدمه لما نريد أن نبعد الأطراف على الجسم لكن هذا كل ماذا أورد هذا الأوبجيكت كل اللي هو label أبعد عن أطراف الخلية التي هي بها الآن أنا أبعد جسم أكبر يعني جسم label أكبر باستخدام iPad X لما أريد أخلي بتاعد عن الخلية فقط أقول paid X 15 15 paid Y 15 هنا paid Y وال paid X يختلف عن iPad iPad يعني internal يعني المحور الداخلي طبعا هنا انظر انظر لما قلت paid X paid Y انظر ضق الأوبجيكت نفس لكن ترك من X X 15 ومن Y X 15 لكن iPad Y هو من الداخل يعني من النص هنا ومن النص هنا داخليا فقط حتى أوضح لك أكثر وتكون واضحة لما أقول paid X paid Y يعني object مع object آخر لما أقول ipad X ipad Y يعني أنا أتحدث عن هذا من التكس إلى الطرف من التكس إلى الطرف هذا ipad أوكي هذه كيف تستخدمها يعني الآن دعنا نتحدث عن بعض خصاص أخرى ممكن أنا مثلا لما أكبر أريد الروت تكبر فأيش أقول له أقول أوكي أنا إيش عندي عندي روت فأقول أوكي root dot config config raw أو raw config raw config يعني الصفوف الخاصة بها raw رقم صفر أريد يكون وزنه بمقدار واحد والraw رقم واحد يعني عندي 2 raw الآن أريد الرو الوزن ما لا يكون برقم 2 يعني second raw الآن لو جا تنفذت وخلنا نشوف إيش قصادنا بال wait 1 wait 2 الآن لما تيجي تكبر الضغور لو ترى أنه طبعا الpaid x و الpaid y يصبح شكبني مشاكل فقط أخذ هذه الpaid إنه ما لدعي حتى أوضح لك الكون مهم من هذا الجزء من الدرس paid x و انت فاهمت ها الآن جا نفذت لنفهم إيش معنى config raw config raw 0 لما قلت رو 0 وزن 1 و raw 1 وزن 2 يعني هذا وزن 2 وهذا وزن 1 الآن لو كبرت الشاشة كل ما أكبر دائما ترى raw 1 حجم ضعف حجم 2 لما أكبر ليش لأن أنا قلت لوزن هو ضعف أوكي نفس الحالة في column فقط لو جت كتبت root dot call column hopefully hopefully call long configure column number 0 أريد الويت الخاص بي بهذا الشكل equal 1 و column number 1 أريد الويت الخاص ب equal 2 يعني أريد 1 ضعف الآخر لو جت نفذ ترى أنه هذا الشكل لو جت نفذ كبرته لو ترى أنه column دائما column number 1 يكون حجم 1 وحجم column 2 يكون ضعف حجم الأول بس column الثالث ما يغير حجم لأن احنا ما قلنا كيب عزور جم ما قلنا لغير فرح يحفظ حجم الأصلي دائما يضعفون بنفس المستوى يعني متساوين لما تكبر فكل معطيهم واحد يعني كل واحد يأخذ نصف نصف فالآن لو نفذت لو جت كبرت ترى أنه row الثاني يشبه الروا الأول وال column الثاني بعرض column الثاني أكيد column وزنه واحد فالآن لما يكبرون يكبرون بنفس القيمة نظر كلهم يكبرون كلهم هذا بحجم هذا بحجم هذا والروز نفس الشيء حتى لكن هذا الدرس شكرا لك وفي أمان الله